حياة مئة ألف طفل فلسطيني في غزة على المحك ووضع إجمال سكان قطاع المليونين ليست بأفضل حال فمستشفياتهم الثلاثة عشر ولسيما مستشفى محمد الدرة قاب قوسين من الإغلاق بسبب انقطاع الكهرباء ونفاذ الوقود نتيجة الحصار المفروض على غزة وبالتالي فأغلب المستشفيات تعمل بخطة الطوارئ عبر تقليص الخدمات بنسبة الثلثين ليبقى مصير هؤلاء معلقا بين الحياة وربما الموت توقف الكهرباء في هذا القسم لا يسمح بأي حال من الأحوال عندما أنبئنا بأنه لا يوجد لدينا من الوقود إلا ما هو موجود في خزنات المولد اضطررنا آسفين للعمل بخطة الطوارئ لدينا تواصلنا مع الوزارة ومع المستشفيات التي تقدم خدمة الأطفال المستشفى النصر وتم الاتفاق على ترحيل قسم العناية المركزة إلى مستشفى النصر للأطفال أغلب المستشفيات تحولت إلى مراكز للرعاية الصحية لا أكثر ولا أقل فهم غير قادرين على إجراء التحليلات المخبرية الخاصة بالأطفال لحين وصول التيار الكهربائي وبالمناسبة فإن التيار لا يأتي سوى ثلاث أو أربع ساعات يوميا وما عاد باليد حيلة سوى دعوة المؤسسات الدولية والرسمية بالتدخل لإيجاد حل للموضوع جواب وزارة الصحة الفلسطينية لم يكن مختلفا عما يسرده الأطباء فهم أكدوا أنهم بأزمة حادة ويعملون وفق خطة تقشفية صارمة مزارة الصحة تمر بأزمة غير مسبوقة بنفاذ كميات الوقود المتوفرة لديها حيث أن ما يتوفر لديها لا يفي إلا لأيام قليلة لربما لا يصل معنا إلى نهاية فبراير المقبل وبالتالي اتخذنا إجراءات أكثر تقشفية وأكثر صرامة حتى يتم استخدام أمثل للوقود ليصل إلى أطول فترة ممكنة ولذلك نحن اليوم دخلنا في مرحلة حرجة للغاية بحسب بيانات سابقة لوزارة الصحة الفلسطينية فإن مستشفيات غزة بحاجة إلى 450 ألف لتر من الوقود شهريا لتشغيل المولدات الكهربائية في حال انقطاع التيار الكهربائي لمدة تتراوح بين 8 و 12 ساعة يوميا بينما تحتاج نحو 950 ألف لتر شهريا حال انقطاع التيار الكهربائي لمدة 20 ساعة يوميا لكن كل ذلك غير متوفر طالما الحصار ما زال مستمرا وعدم تدخل السلطة لفتح المعابر وإدخال الوقود أو رفع حصة القطاع من التيار الكهربائي الوارد إليه